اكدت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص اكدت أهمية المراجعة والتطوير المستمر لكافة الإجراءات والقرارات المنظمة بما يتواكب مع التغيرات التي تشهدها بيئة العمل ويأتي ذلك تعزيزا لمكانة المملكة في توفير ظروف العمل المناسبة للمستثمرين ورجال الأعمال والعمال على حد سواء جاء ذلك خلال ترأسها الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي تناول أوجه التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بمنظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومجالات التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات التدريب والتطوير إلى جانب تعزيز جهود المملكة لمشاركة المجتمع الدولي للتصدي للجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الراغبة في تطوير إجراءاتها كما بحث الاجتماع التوصيات التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والنظر في التوصيات التي تتوافق مع خصوصية بيئة العمل في المملكة لتطبيقها ووضع خطة عمل لتنفيذها وشدد الاجتماع على أهمية استمرارية العمل وإنفاذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال إقليميا ودوليا